للمرة الخامسة منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة في جولة تشمل الرياض والقاهرة والدوحى وتل أبيب ورامالله في محاولة جديدة للدفع نحو إبرام اتفاق جديد للهدنة وتبادل الأسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ذلك الاتفاق الذي اقترحت بنوده في اجتماعات باريس بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل ومصر ولا تخفي واشنطن مساعيها من أجل صياغة حلول تحقق الأمن لكيان الاحتلال وتمنع إعادة بناء القدرات العسكرية لكتائب المقاومة مجددا بعد انتهاء الحرب الجارية في قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر مساع يراها كثيرون تعرقل التقدم نحو صياغة اتفاق متوازن ينهي الحرب ويتضمن إطلاق سراح الأسرى من الجانبين وبحسب محللين فإنه من غير المرجح أن يحقق بلينكين اختراقا كبيرا في ملف اتفاق الهدنة من خلال الضغط على إسرائيل بالنظر إلى زياراته السابقة والتي أعقبتها في كل مرة زيادة في المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي غزة إذ أن حكومة نتنياهو باتت كمن تسلق الشجرة ولا يستطيع النزول بعدما فشلت في تحقيق أي من أهدافها المعلنة خلال أربعة أشهر من الحرب في المقابل فإن المقاومة الفلسطينية بحسب تصريحات بعض قياديها ترى أن مقترح الاتفاق الحالي يتجاهل مطالب أساسية للشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزها ما يعني أن بنود الاتفاق لا تزال في مرحلة الدراسة والتعديل من قبل الجانبين كما يعني أن زيارة بلينكين ربما لن تسفر عن النتائج التي يتمناها البعض في المنطقة ترجمة نانسي قنقر